أهلا وسهلا فيكو في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابر رادو الحياة قابل مادلين سارة من خدمة آنيا بيده مادلين شو هي خدمة آنيا بيده؟ خدمة آنيا بيده أو آنيا بيد الفخاري هي خدمة أول شي هدفها الوصول لكل امرأة فلسطينية خاصة في منطقة بتلحيم بيت سحور والمناطق هاي اللي أكتر ضواحيها حتى توصل لكل امرأة رسالة إنه هي امرأة قيمة ولكل امرأة هناك دور ولكل امرأة في مكانة إن كان في المجتمع إن كان في الكنايس إن كان في أي مكان وأبواب تكون متاحة ومفتوحة لإلنا وفعلا هدف خدمة آنيا بيده هو تمكين المرأة من الداخل بين خلال أول إشي التواصل مع العالم والكيان الداخلي تبعها اللي هو أكثر أكتر بركز عليه الناحية النفسية لإنه أنا كدراسة دراستي هي الاستشارة وبعمل فعلا استشارة نفسية مسيحية وبالتالي منهدف أن نوصل للنساء من خلال العديد من النشاطات إن كان عنا محاضرات اللي هي شهرية وعنا كمان ورشات عمل اللي بتقوم على مجموعات صغيرة لحد 12 شخص وكمان اللي هي الاستشارة الفردية اللي بتكون بين واحدة ووحدة ومن خلال هاي الأشياء اللي إحنا منقوم فيها أكتر إشي هدفنا إنه كل إمرأة توصل لشعور من الروحة مع نفسها وتشعر بقيمتها وقيمتها كمان تيجي مش بس من فعلا الشفاء النفسي اللي إحنا منكون جايين فيه أو الأشياء اللي منكون حاملينها مدمرة من ماضينا ولكن أيضا كمان قيمتها بالله اللي خلقها وهو ما خطأ فيه خلقها كامرأة أو كفتاة إنه فيش تمييز وفيش فرق لكن إحنا فعلا متوساويين بين كل رجل والمرأة والتنين اللي هم إيمة إمتى بلشتوا وليش؟ بلشت خدمة آنية بيدهي قبل تقريبا ثلاثة سنين شوي أكتر من حلم كان يجينا أول إشي بفكرة إنه أطور كل إمرأة كيف ما أنا تغيرت لإني أنا أجيت من فكر تقليدي من حتى عائلة تقليدية اللي ما كانت كتير تشجع أو يعني تآمن في إنه المرأة راح تقدر يعني لما تتعلم تأثر أو تغير في المجتمع لكن أنا خبرة الشخصية ورجتني إنه بقدر أتغير حتى لو كان الخلفية تبعتي فيها تحديات وكمان الإشي الثاني إنه على قلبي إن من خلال هذه الخدمة إنه نشوف مجتمعنا عم بتغير إيماني إنه كل واحدة وكل إمرأة كل فتاة وكل صبية هي وكيلة تغيير والله وضع في كل واحد فينا إمكانيات وفي دعوة في رسالة في مواهب وكأنه كتير مرات بتكون مطمورة أو مخباي محدش بيحكي عنها محدش بيطلعها وإيماني إنه إجا الوقت إنه حد يحكي في هاي المواضيع وتكون أكتر ويجلب الوعي لهيدول السيدات وفعلاً بدي أشوف أكتر نساء ناهضات نشيطات متحركات بتؤمن إنه بدعوتها ورسالتها للمجتمع لبيتها وكمان حتى لكنيستنا هل هاي الخدمة فريدة من نوعها؟ بعتبر إنه هاي الخدمة هي فعلاً مميزة بسبب إنها بتركز على العامل النفسي إنه هناك كتير من الخدمات متواجدة حوالينا خدمات مسيحية بالكنايس بيكون الهدف معظمه التركيز على الخدمة الروحية البقصد فيها مثلاً دراسة الكلمة التلمزة الرعاية رعاية الأشخاص لكن هدف هاي الخدمة اللي أنا أقمتها هي مش موجودة ومش متواجدة أصلاً في كنيسة ولكنها متواجدة في مؤسسة تعليمية أكاديمية اللي هي كلية بيت لحم الكتاب المقدس واللي بيجعلها مميزة إنها بتركز على جانب النفسي لأنها هي كأنه خدمة مشورة وإرشاد اسمها خدمة مشورة وإرشاد وفعلاً التركيز بيكون إنه كتير مرات حتى لو في أشخاص مؤمنين وبتقابلوا مع الراب وبروحوا على كنيس وبيكون بقلبهم شغف ورغبة إنهم يتغيروا منلاقي إنه في عندهم صعوبات يتغيروا والسبب الحقيقي هو لأنه إحنا بالخدمات الروحية بالكنايس ما منركز أو ما منعرض الإنسان لشفاء النفس إنه كل إنسان بيجي بدمار بسبب التربية اللي إحنا نشأنا فيها فهدف هاي الخدمة مميز بأنه بركز على هذا الجانب فمنقدم الاستشارة النفسية وطبعاً هي مبنية على استشارة مسيحية لأنه كل النظريات اللي إحنا بنستخدمها كل الوسائق نستخدمها مبنية بالنهاية بأنها توافق كلمة الله والكتاب المكدس شو هي الشريحة العمرية اللي بتشتغلوا معها؟ معظم من الأشخاص النساء اللي بيجوا هن صغار السن بس فعلاً لس بتراود عنا ببعض المحاضرات عنا نساء اللي هن كبار بالعمار فما منحد الإشي لكن إذا أنا بنسأل شو العينة اللي فعلاً هي تركيزنا بتكون هي عينة الجيل الصغير البقصد عشرينات، تلاتينات، أربعينات اللي فعلاً هدفنا نشوفهم نساء الجيل المستقبل اللي رح يكونوا فعالات في تغيير المجتمع مش بس فعالات في الكنايس لا فعالات في المجتمع كمان مفعالات في المؤسسات اللي بيكونوا هن ومشتركات فيها أو جزء منها هل المجتمع منفتح للنساء الكياضيات؟ هل المجتمعنا مؤمن أو منفتح للنساء قائدات؟ لا، مش بالقدر الكافي يعني صار فيه تغيير بقدرش أقول إنه بديش أكون هيك في عندي نظرة سودوية بالعكس بدي أكون إيجابية إنه شفنا تغيير وشفنا تغيير في المجتمع وإجا الوقت إنه يصير التغيير أكبر في المجتمع نفسه الخارجي وكمان أيضا في الكنايس وبناء عليه فعلا واحدة من أهداف اللي بركز عليها من خلال هاي الخدمة هو اكتشاف نساء عندهم قدرات للقيادة أو هم فعلت في المجتمع وعندهم تأثير كبير في المحلات اللي هني جزء منها إن كان مؤسسات أو أماكن عمل وفعلا كأنه مرافقتهم بهاي الرحلة حتى يلاقوا أشخاص اللي هني يدعموهم وفعلا هذي دعوتي إن أدعم هادول النساء حتى يقوموا في دورهم في مواهبهم باستخدام مواهبهم ودعوتهم ورسالتهم اللي هني بيقامنوا فيها هل الفرص النساء في المجتمع العربي محدودة؟ الفرص في المجتمعنا العربي هي فعلا محدودة ليش بحكي هيك؟ لأنه دائما الأفضل إنه نختار كأنه الرجل ومن آمن بقدرات الرجل أكتر إنه عنده الإمكانيات وإنه المرأة قد ما بتتطور بالضل أقل ناشحة أو أقل فعالة أو أقل قوة وهي المقولات وهي الأفكار هي خاطئة لأنه إحنا يمكن مختلفين في كتير أشياء وفي محلات كتير إحنا متشابهين كائنات وذكور ولكن كأن المجتمع اللي إحنا تربينا فيه دائما بركز على الأقل يعني كأنه التهميش تهميش المرأة فبالتالي فعلاً بقدر أقول إنه نعم مجتمعنا يؤلل ويقلل كما يقلل فعلاً من فرص المتاحة للنساء ونساء القياديات اللي ممكن يبرزوا بالمجتمع عامي وبالكنيسة كمان خاصة المجتمع العربي هو مجتمع ذكوري ولكن هل النساء في المجتمع هم اللي بيخلوا هذا المجتمع متماسك؟ برغم فعلاً ما يكون الرجال موجودين في حولينا كأنهم بياخدوا مراكز بنشوف إنه فعلاً للنساء في دور كبير إنهم يعملوا تأثير في المجتمع ليش بحكي هيك؟ لأنه للنساء كمان في قدرة مميزة غير عن الرجال اللي هي قدرة التواصل قدرة اللي هي عمل العلاقات وعلاقات اجتماعية وبالتالي كمان لأنها منخرطة أصلاً في أمور اللي هي سبب لنمو تطور المجتمع اللي أساسها مثلاً البيت لما تكون العلاقات بالبيت مريحة لما تكون المرأة هي متعلمة وهي عم تتطور أو عندها وعي فهي بتأثر كمان على زوجها وإذا هذا الإشي بيكون صحي في البيت بنتمن إنه مجتمعنا يكون أكتر مترابط وأكتر صحي وفعلاً عم بتغير وبتطور فبأمل وعندي رغبة شديدة إنه نبلش نكتشف إنه للمرأة فيها دور كبير حتى ينهض المجتمع ونحاول نكون وعيين إنه نقدم فرص متساوية للرجل والمرأة هل الحياة صعبة على النساء في العالم العربي؟ الحياة فعلاً بتكون إلها تحديات وصعوبة في العالم العربي وطبعاً بالتحديد للمرأة المرأة عبر عصور طويلة كانت مهمشة وكانت تعتبر وكأنها أقل من الرجل كانت تعتبر في كتير محلات كأنها غرض كأنها سلعة كأنه شيء نقدر نمتلكه ومجرد هذا التفكير نفكره عن المرأة معناه إنه إحنا جردناها من إنسانيتها فإذا بدأ أشوف إذا المرأة بتواجه صعوبات في العالم العربي طبعاً بس ما بقدر أقول إنها بتواجه مشاكل بس بالمجتمع العربي لكنها بتلاقي مشاكل في حتى مجتمعات تانية وثقافات تانية بس بقدر أقول إنه في ثقافات تانية ومجتمعات تانية شفنا تغيير وعلى قلبي إنه التغيير يوصل لبلادنا وفعلاً يبدأ مننا إحنا كنساء اللي صار عنا وعي وصرنا أكتر نشيطات وقدرين إنه نوصل رسالة أو منحاول نوصل رسالة ونغير من مكانة المرأة في المجتمع فعشان هيك أقول إنه إجا الوقت إنه نتعلم ويتم مساعدة المرأة إنها تقاوم وتتحدى المعويقات والتحديات اللي بتواجهها كمجتمع عربي بما إنه المرأة إلها تأثير كبير في العيلة شو هي سهولة إنها تجلب السلام للبيت العربي وفيه كتير من التأثيرات على المجتمع طبعاً مش سهل إنه المرأة تجيب تأثير للبيت في مجتمع بعم فيه مثلاً التعاب أو الضغوطات لأسباب كتيرة بس المرأة قادرة إنها إذا هي كانت إذا هي توعت إذا هي تطورت وإذا هي تغيرت لأنها أم إنها تزرع هاي الأمور في الجيل الصاعد في الجيل الجديد كمان لأنه المرأة كمان كتير مؤثرة في الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية لها دور فعلاً بإنه كتير مرات الحياة والعلاقات الأسرية تنشفها أو تتصححها أو تتعدل فبفكر مع إني مش ما بقدر أقول إنه بس الدور موجود على المرأة لأنه لو حاولت وهدي رسالتي لو حاولت كتير باستمرار وكان الرجال اللي حواليها مقاومين رح يكون الإشي أصعب لكن ما بقول مستحيل فيش إشي مستحيل بس هي محتاجة إنها تدفع بكوة أكتر لكن سبب وجود خدمة زي اللي أنا بقوم فيها هو نوجد للمرأة المساندة إنها ما تلاقي نفسها بمحلة حالها بتحاول إنها تدفع أبواب بتحاول تعمل تغيير بس مش قادرة عشان هيك هدفنا كخدمة في آنية بيده إنه نوفر حتى المساندة حتى المرأة تقدر تقوم بهذا الدور هل صار المجتمع بشكل ضغط؟ المجتمع فعلا ضغط يعني ما منقدر نلغي الضغط اللي بتعيش فيه المرأة العربية والضغط مش موجود بس بالمجتمع لكن عشان إحنا تربينا في العقلية وفي التفكير والنمطية اللي اعتدنا عليها كمجتمع ذكوري فمنلاقي إنه نفس الضغط اللي بنواجهه بره لما نيجي على الكنيسة وعلى الإيمان مظبوط منلاقي إيمتنا مع الله وبتتغير حياتنا لكن منحس إنه إحنا محدودين في العطاء ومحدودين في الخدمة فبالتالي منظلنا شعرين إنه فيه تحدي من المجتمع العام كله وفعلا الكنيسة هي جزء من هذا المجتمع العام فدايما فيه ضغط أكبر على المرأة وبتواجهه أكتر من الرجل هل فيه ضغط لترك البلاد المقدسة من أجل الأطفال؟ فيه ضغط إنه الناس تترك أو النساء تترك لكن الضغط على النساء إنها تترك بتقدرش تترك لحالة لكن خليني أقول ضغط جماعي للهجرة والترك لأنه الفرص بالخارج هي متاحة أكتر وأكبر أكتر وكمان منشوف إنه المجتمعات اللي برا إن كان الأوروبية ولا فيه الولايات المتحدة محلات زي هيك اللي منسمع فيها تطور أكتر منلاقي إنه طبعا منسمع عن فرص أكبر ومجالات اللي تقدر تحوي الناس كناس أو كأسر وكرجال وأيضا كنساء فبالتالي بيكون شعور إنه إذا منترك البلاد يمكن رح نلاقي حياتنا ونحقق أحلامنا بالخارج أكتر من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه هل بتحتاج النساء إنه تأخذ مشهورة؟ وشو إحتياجات المرأة؟ النساء اللي بيجوا للخدمة طبعا بيكون أشخاص اللي هنم محتاجين للمشهورة المشهورة النفسية والإحتياجات كبيرة بقدر أقول إحتياجات أول إشي من شفاء من الماضي خاصة الشعور بالدونية الشعور إنه إحنا أقل بالإضافة لكتير مرات بيكون ممكن يكون فيه مشهورة للعلاقات الزوجية لأنه إذا نبنى مثلا فكرنا على التفكير التقليدي أو المجتمع الدكوري فطبعا الرجل بيكون يطغى على المرأة وبيكون فيه أكتر تسلط من مشاركة ومن تعاون فما منشوفش مشاركة والتعاون كتير بارزة فهي الأشياء اللي إحنا منحاول إنه نقول مرأة فيها بإنه لما تزيد تقتها بنفسها وتجد هويتها الحقيقية وطبعا أنا دايما ببني المشورة على المشورة المسيحية يعني بناء كتابي على الكتاب المقدس والتعليم المسيحي فلما المرأة تلاقي شخصيتها كيانها وتتواصل مع هويتها الجديدة مع نفسها رح تلاقي إنه عندها قوة وعندها جرأة أكتر إنها تواجه كمان الأسرة وتبني العلاقة الأسرية والزوجية بالأخص بطريقة أفضل وتأثر كمان على أولادها شو هي نوعية موضوع مشاريع التخرج اللي عندكم هون لما نعمل ورشات عمل تركيز الورشات العمل والمحاضرات الشهرية بتكون أكتر على جوانب نفسية اللي ما بنحكي عنها عادة في الكنيسة أو في المجتمعات برا فمنحكي مثلا عن تأثير ماضي على شخصياتنا بنحكي عن أمور لها علاقة بالتواصل والعلاقات الإنسانية البشرية ومنركز إنه كيف إنه علاقة المرأة بنفسها أول إشي اللي إحنا منفقده من خلال معرفتها لذاتها الحقيقية من خلال هاي الورشات العمل بتأثر على العلاقات مع بعضنا البعض لأن إحنا منشوف حوالينا كتير إنه العلاقات بتكون مدمرة وصعب لإننا نتواصل مع بعضنا البعض فبالتالي بركز كتير عن الشفاء النفسي وكيف شفاء النفسي رح يأثر على كتير دوائر من حياتنا كمان جزء من هاي الورشات العمل بتكون عن تطوير الجانب القيادي للمرأة وطبعا إحنا ممكن يكون عندنا تساؤل إنه هل كل مرأة هي قيادية يمكن لا بس نوعا ما نعم قيادية بإنه على الأقل هي مسؤولة عن ولادها أو مسؤولة على بعض الأشخاص اللي بيثقوا فيها والله بيجيبهم في دائرة حياتها فإذا هي كانت مشفية وهي كان عندها امتلاك لرؤية وامتلاك لأهداف رح تقدر تساعد غيرها رح تطلع من منطقة الروحة بإنه تهتم بس بنفسها رح تصير تطلع لأحتياجات الناس اللي حواليها وتساعد وتمد إيد المعونة بما إنكو عندكو مجلة شو هي نوع المواضيع اللي بتنشرها في المجلة؟ بصدر مجلة آنية بيده وهدفها فعلا هي الوصول أو خلينا أقول لمس نفس المواضيع اللي بلمسها من خلال الورشات العمل والمحاضرات التوعية لكن واحد من الأهداف الرئيسية لهاي المجلة هو إبراز صوت النساء وإظهار مواهبهم من أول ما بلشت المجلة اكتشفنا العديد من النساء اللي بحبوا يكتبوا العديد من النساء اللي عندهم مواهب ومش معروفة عنهم والتأثير اللي بيعملوه بجوانب ومجالات مختلفة يعني حتى في الرياضة حتى في العمل حتى في التأثير الاجتماعي اللي حولينا فبلشنا نكتشف إنه في نساء كتير عم بيعملوا لكن محدش بيكتب عنهم محدش بيعرف عنهم فهدف المجلة توفر منصة لهذه النساء بالإضافة إنه جزء من هاي المجلة لها زاوية اسمها زاوية صوت رجل وهدف صوت رجل إيماني إذا ما في عنا رجال اللي ممكن يآمنوا في إنه المرأة لها دور وإنها مساوية للرجل وإنها بتقدر تكون مجدية في المجتمع قد ما أنا كامرأة أو غيري كنساء اللي بيعملوا في نفس المجال نحكي ونوعي ونشجع ونعضد وحتى نعطي الأدوات إذا ما كان في رجال يدعموا رح يكون الفرص كتير قليلة لكن هدفي إنه نساء تسمع من رجال بيأيدوها بيوقفوا معها بيسندوها وبيشجعوها إنها تقوم وتنطلق وتاخد مكانها في المجتمع وفي الكنيسة ليش بتقوموا بهذا العمل؟ السبب اللي بيدفعني أعمل كل شيء عم بقوم فيه هو شغف الله أوجده في حياتي لو للرب يعني اللي هو فعلا عمل في حياتي وغيرني لأنه تجربتي الشخصية أنا كفتاة ما كانت تجربة اللي تخليني أكون متواجدة وين أنا موجودة في محل قيادي أو في محل إن أكون مؤسسة أو مسؤولة عن خدمة تربيت ونشأت في عائلة عربية بسيطة وبالفكر التقليدي فكان أكبر حلم عندي إن أتجوز وأجيب أولاد لكن مع معرفتي لأله خطرت الإيمان خطرت أن أتبع المسيح في حياتي وهناك بلشت أكتشف أنا هويتي فالله وضع نفس الشغف بسبب أنا اختباري الشخصي وبسبب حتى دراستي أنا كملت دراست ماجستير وهلأ عم بشتغل على رسالة الدكتورة فمن خلالها حسيت الله كل الوقت عماله بدفعني إنه يكون إلي دور كيف ما كان لبعض الأشخاص وأهمهم اللي هو كان رجل هو جوزي اللي كان يكتشف الأشياء في حياتي وكان يشجعني ويعددني ويسندني وكأنه كان الله بيقول لي إجا الوقت إنه أنت تقومي بهذا الدور لنساء أخريات والشغف هو اللي بيخليني كل يوم أصحى بطاقة جديدة بعزيمة جديدة برغبة جديدة إنه أطلع من البيت لأنه في عندي بره أهداف ولأنه في عندي دعوة من الله ورسالة من الله إني أتممها وأشوف نساء أخريات يختبروا اللي أنا اختبرتوا ويعرفوا قيمتهم في المسيح ويقوموا في دورهم حتى نشوف مجتمعنا عم بتغير لأنه المجتمع معتمد علينا رجال ونساء شو هي صلاتك للنساء هون في بيت لحن؟ صلاتي لنساء بيت لحم وضواحيها والضفة إنه يعرفوا قيمتهم في المسيح يعرفوا قيمتهم من الله لأنه لما يعرفوا مين هن ويكتشفوا ذواتهم الحقيقة مش الذات المهمشة أو الذات المكسورة أو الذات اللي مجروحة من الماضي والمجتمع الذكوري اللي نشأنا عليه رح يقدروا هن بالتالي ياخدوا دور والدور ممكن يكون صغير لأنه مش شرطي تكونوا زي أي حدا لأنه مرات ممكن يكون محدودين في الإمكانيات المتاحة لإلنا بصفة بالظروف الحياتية وبعرف وبكون واعي لإله لكن أنا بآمن إنه كل واحدة من هاي النساء إلها دور صغير تكون وكيلة تغيير فصلاتي إنه كل إمرأة تقدر تكتشف وين الله وضعها حتى تكون وكيلة تغيير وتوصل لنساء بالتالي هي توصل لنساء أخريات تساعدهم تمد يد المعونة تشجع وتعدد وتسند وتقوي نساء أخريات بتخود تجربة مماثلة وبتتمنى وبيكون عندها حاجة إنه تلاقي نساء أخريات تسندها فصلاتي كل واحدة فينا كإمرأة نقوم وناخد مكاننا وناخد قوتنا من الله ونستمر بالعمل والرسالة والدعوة اللي هو أوجدها في قلوبنا شكرا مدلين وشكرا لإسمعاكم لبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر